طيب نروح للنادي المصري وأمهل مهاجم المصري البورسعيدي عمر مرعي دارة النادي فرصة لسداب مستحقات المتأخرة والتي تمثل 25 من عقده كمقدم تعاقب من أجل الالتزام في التدريبات وكان اللاعب قد تلقى وعدا بأن الفترة مقبلة لا ستشهد تنفيذ وعود من مجلس الإدارة كتير هداخد المستحقات صرف المستحقات للعابين وعلى رأسهم مقدم تعاقب صفقات جديدة في حين يدرس مجلس دارة النادي المصري برئاسة طبعا أستاذ سامير حلب أي العفو عن معامر مرعي مهاجم الفريب بعدما أنهى حالة التمرد اللي عاشها الفترة الأخيرة بسبب الفلوس المتأخرة مقدم العقد المتأخر وهو انتظم في تدريب مرة تانية واعتذر للجهاز الفني بصوا يا معا بصراحة أنا يعني دير سالة لكل اللاعبين مش بس نديل المصري يعني أي لعيب يتمرد على النادي بتاعه بيكون الموضوع صعب جدا أي لعيب يرفض ينزل تدريب علشان حصل تأخير في حاجة الدنيا بتكون صعبة جدا تحديدا مع نادي جماهيري كبير زي النادي المصري فلو أعتذر للجهاز وللإدارة الجماهير عمرها ما بتنسى فأتمنى اللعيبة تتعلم دا كويز جدا بس كلام بس مش نادي المصري كلام لكل اللاعبين الموجودين لك حق أكيد لازم تاخده ولكن بالراحة نادي المصري معروف عنه لما بتأخرش على حد في مستحقات ابدا نروح لخبر تاني عن النادي المصري عقد مجلس دارة النادي مصري برسعيدي برئاسة أستاذ سامير حلبية جلسة مع التونسي مواني الشعباني مدير الفاني للفريق في الساعات القادمة لحسم مصيره حسم مصيره وممكن يحصل حاجة لا يجدد له الثقة يدي له ثقة أكتر في بعض الأنباء عن رحيله عن النادي عقب التعادل فأول ثلاث جوالات من مسابقة الدورة ممتاز في الموسم دا بس الكلام دا لسا بدري عليه أوي نادي مصري نادي كبير لشعبية كبيرة جمهير أراه ولسا سنة أولى دور مصري المداري طعم مدرب كبير جداً ما ينشع بينه لكن سنقول دور مصري جاوا في الدور مصري مختلف الأجواء مختلفة هو كان جاي عشان يقدر يديه في النادي مصري عنده خبرات أفريقية كتير فكان جاي علشان يساعد النادي مصري في طولة الكونفترالية وان شاء الله يساعده في الكونفترالية وكمان في الدور المصري يستعد المصري بقى لمواجهة بيرامدز القادمة المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجارية ضمن منافسات الجولة الرابعة ويضع الشعباني بداية من اليوم خطة لاستعداد كده لنادي بيرامدز تزامنا مع العودة لتدريبات بعد ما إدى للعيبة راحة سلبية لمدة يومين عقب نهاية مباراة المصري وفيوتشر واللي أخيمة في مساء الجمعة على أستاذ بورجة العرب وانتهت بالتعادل بين الفريقين نروح للخبر البعض واتفق الجهاز الإداري بالنادي الإسماعيلي مع نادي طلاق الجيش على إقامة مباريتين والدياتين كده عشان فريقين يجهزوا في فترة الجاية مباراة ساعة 3 العصر يوم الخميس ومباراة ساعة 3 العصر يوم الجمعة على أستاذ الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين لاستقناها في مباريات دورية وتتوقف المسابقة الموجودة حاليا قالوا نستغل التوقف ده أسبوعين فلازم يكون في استغلال لي عشان نرجع جهزين والإسماعيلي طبعا بيجهز لمواجهة نادي الزمالك وزي ما قلنا هنتمنى التوفيق النادي للإسماعيلي ولكن بعد أكيد لقاء نادي الزمالك اللقاء مع الزمالك يكون يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري ولكن طلاق الجيش بيجهز لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري العام على استاذ جهاز الرياضة والمقرر لها برضو يوم 19 نوفمبر الجاري ترجمة نانسي قنقر